اشتركوا في القناة وارجوكم انكم تدعولوا بتمام اشتفاء نهاردة ان شاء الله امين يا رب العامين نهاردة ان شاء الله حنتكلم عن البرنامج ده او اللي هو الاسم ده المنهج والبرنامج والممسوخ كيف بلق هذه الفكرة انا كنت السنة اللي فاتت في اخر ديسمبر قبل السنة الجديدة في مؤتمر عن اللي هو يوم اللغة العربية في طرابلس مع مؤسسة الزاوي الشيخ طهر الزاوي وكان الناس فطاحل في اللغة العربية وبيتكلموا عن اهمية اللغة العربية واهمية الخلاوي واهمية الزوايا واهمية الكتاتيب الى اخير الى اخير واحنا جلسين ذكروا كلمة منهج واساس المنهج هو اعادة بناء الوعي اعادة بناء الوعي المنهج عشان نبني وعي بناء الوعي اصعب بكثير جدا من بناء الاهرامات وبناء نتحات الصحاب وبناء كل الاشياء اللي بنتكلم عنها دي فمن اسبوعين تقريبا وانا نازل لندن اجتماع هناك بدأت اكتب كان بالضبط يوم 22 لا من اسبوع من اسبوع تقريبا اكتب في الورقة دي وانا اقعد في القطر يعني ايه هو المنهج ويعني ايه هو البرنامج ويعني ايه هو الممسوخ العلاقة بين التلاتة من المنهج والبرنامج والممسوخ المنهج بالنسبة لي انا هو الحيز اللي بنحط في البرنامج يعني البرنامج ده بيكون داخل المنهج يعني كأن الحيز ده زي المنهج والمنهج البرنامج داخل المنهج هو الحيز الذي يوجد فيه البرنامج والذي يعمل فيه هذا البرنامج البرنامج يعمل في الحيز ده وفقا لنظام يتوافق مع النظام الذي ينظم عجلة الحيز نظام الحيز يتفق مع نظام البرنامج نظام الحيز اللي هو الهيكل أو المنهج يتفق مع نظام البرنامج الأولى الثاني هو ذلك الحيز الذي يوجد فيه البرنامج والذي يعمل فيه هذا البرنامج وفق النظام يتوافق مع النظام الذي ينظم عجلة الحيز اللي هو المنهج المنظمة لدورة ايه؟ لدورات عجلة الحياة على وجه الأرض لدورات عجلة الحياة كله ده مرتبط ايه بالارض ومرتبط بالمكونات في الارض وعجلة الحياة في الارض طيب ده تعريف فيه تعريف كتير جدا انا كتبتها شخصيا تعريفات دي انا اللي كتبها فيه تعريفات حاجبها لكم النغة العربية تعريف التاني هو ذلك النظام الهندسي الذي يحدد مسارات مسالك تخصصات الخدمات المجتمعية يعني في النهاية البرنامج والمنهج بيؤدلنا بيؤدوا الى خدمات مجتمعية يحتاجها المواطن خلاص هو النظام الهندسي هو كذلك الثقافة الثقافة اللي بتعارف عليها ابناء الوطن يبقى المنهج فيه فيه نظام الهندسي وفيه ثقافة وهو القيم والعادات والتقاليد اللي بتساعد في تكوين الشخصية الوطنية الفرد وكذلك هو التاريخ والحضارة والنهضة الباعثة على قوة انتماء المواطن للوطن الذي يعيش فيه وكذلك العقيدة والإيمان الرسخين في أفئدة أبناء هذه المجتمعات وهو التضحيات التي صنعتها رموز هذه الأجيال عبر القرون وهو بديهة يبقى حتى البرنامج هو بديها فكرية كثيرا ما يقف علىها الإنسان يبقى المنهج هو مناخ أو حيز لما أنا اتكلمت قبل كده هو هنا هو هنا حيز وهنا نظام وثقافة وقيم وعلاسة التقاليد والتاريخ والحضارة والنهضة وعقيدة وإيمان وتضحيات ويبديها فكرية ده المنهج بالنسبة لي إذا كان واضح بالنسبة لي شيء كبير يعتبر نظام ها الايه كنظام الكون والمنهج بالنسبة لي أيضا بالنسبة لي أنا شخصيا قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب هو الهيكل اللي بتتنفذ في كل البرامج اللي بتحتاجها يعني بيحتاجها المجتمع بيحتاجها الوطن وبتحتاجها الدول يبقى هو هيكل يبقى هو حيز وثقافة وقيم وتاريخ ونظام هندسي إلى آخره وفي نفس الوقت هو إيه هيكل ها اللي فيه البرامج وعنشطة سوف نقوم بداخلها هذه هيكل لتحقيق الأهداف المرجوة لبناء وثقافة المجتمع خلاص واضح بالنسبة لنا هو هيكل وحيز وثقافة ونظام هندسي إلى آخره إلى آخر والدولة كمان الدولة احنا نتكلم عنها دي مثلا يقولك الدولة البروطانية الدولة الأمريكية الدولة الفرنسية الدولة المصرية الدولة السعودية الدولة الباكستانية بردك هيكل ها والدولة هيكل اللي أساسها بتخدم الوطن اللي هي أو بتحافظ على كينونة الوطن هو الهيكل الذي يحافظ على كينونة الوطن ومن خلالها يكون هناك حكومة اللي هي المدير التنفيذي ها المدير التنفيذي اللي بيخدم كل مواطن داخل الوطن والدولة هي اللي بتراقب أداء هذه الحكومة التنفيذية والحكومة هي الخدم الذين يسعون لخدمة المواطن أما الوطن فهو الموئل مكان اللي بيعيش في الناس بنسميها رقعة غرفية بنسميها مصر بنسميها سوريا بنسميها الابناء بنسميها الكويد بنسميها الامارات ده الموئل واما المواطن بقى قيمة المواطن فهو فعلا المالك الحقيقي وهو سيد الدولة وسيد الحكومة وسيد الوطن وما الحكومة والدولة إلا خدما لدى المواطن ما فيش وطن من غير بشر ومواطن من غير مواطن فالمواطن هو السيد الموقف في كل هذه الأشياء الدولة هي الهيكل الحكومة هي الخدم التنفيذي الوطن هو الموئل والمواطن هو الملك الحقيقي وسيد الدولة والحكومة والوطن دي بس بعض التعريفات التي انا وضعتها في اللغة العربية بس عشان الناس ما تقولش دي تعدك لي م plaisir인가 نعم دي دي من اللغة العربية دي بقى من اللغة العربية اللغة العربية المنهك في اللغة العربية هو طريق واضح زي ما احنا شايفين كده او هو وسيلة محددة توصل الى غاية معينة والمنهك بردك بتعرف في اللغة العربية في المعاجم العربية هو خطة خطة منظمة وهو في الدراسة برامج وهو في التلقافة مذهب ثقافي وفي الشرع شرعة هو منهجا ده بعض تعرفات في اللغة العربية اما النظام اللي هو السيستم في اللغة العربية ايضا النظام معناه ايه معناه الترتيب معناه الاتساق معناها الطريقة معناها قوام الأمر وعماده معناها خدوع للقوانين والحفاظ على القوانين ده نظام ومعناها هي مجموعة عناصر مرتبطة بعدها البعض ووظيفية عشان تؤدي وظيفة معينة دي تعرفات اللغة العربية بالنسبة لمنهج وبالنسبة للنظام في اللغة العربية ما هو البرنامج؟ البرنامج في بعض الناس بتعتبره في اللغة العربية اللي هو المنهج يعني في اللغة العربية في تعرفات البرنامج والمنهج بيقولوا متقربين من بعض أما في الحفل البرنامج اللي هي بيكون وقاع الحفلة يقول لك الحفلة هتبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 5 يبقى من 9 إلى 10 فيها كذا ومن 10 إلى 11 فيها كذا إلى آخر والمنهج أو البرنامج في الجمعية هل هو الخطة يبقى البرنامج هو وقاع الحفلة أو المنهج في التعليم او الخطة في الجامعية او لو كن في يومك انت يقول لك ايه برنامجك انهاردة هتعمل ايه يا ابني انهاردة اللي هو ايه المهمات لانت هتقوم بيها انهاردة انهاردة ه slow hamid home هفطر وحلبس وحخرج او هروح الشغل ولما هروح الشغل هعمل كذا وكذا ده المهمات اللي انت هتقوم بيها في اليوم اليوم والحزب السياسي البرنامج هو البيان الرسمي الحزب السياسي وفيه تعريفات كتيرة جدا للبرنامج والمنهج والنظام طيب إزاي نبني المنهج بقى عندنا في بلدنا أو في دولنا أو في أسرنا أو في مجتمعاتنا أول خطوة نعملها هي الأسرة هي أول لبنة وأهم مؤسسة في المجتمع وفي الوطن اللي بتبني المنهج بنتكلم عنه ده الأسرة اللي هي زوج وزوجة الأسرة اللي احنا عارفينها اللي أمرنا بها رسول صلى الله عليه وسلم وقرنا بها كافة الأنبياء أما فيه أنواع كتيرة جدا من الأسر يعني الدين بيختلف فقهيا وعاقديا معها يبقى هي الأم والزوج اللي هم بيكونوا اللبنة الأولى في بناء المنهج اللي احنا عادينا نحطه داخل دماغ ابننا نعملتين قيمة المدرس في المدرسة احنا كلنا نفاكين مدرسة مشاغبين وكزي أن المدرس أصبح مادة للتهزيق والصخرية قيمة المدرس في المدرسة وكيف يحترم المدرس قيمة المؤسسة التعليمية اللي هي بتربي النشط من إيه؟ من اللي هو من الأسرة بتستلمها المؤسسة التعليمية عمتاً اللي هي المدرسة اللي هي الجامعة اللي هي كتاب اللي هي المعهد لكل هذه المؤسسات تعلمية هل لي احترام ولا لا يبقى الأسرة وقيمة الأسرة وإزاي بتضع الأسرة اللبنات الأولى في تكوين منهج داخل شخصية الطفل نفسه المدرس وقيمته واحترامه المؤسسة تعلمية التزام نحن كأفراد وكمؤسسات وكجمعيات ماذا التزامنا الأشياء دي كلها من كلمة لالتزام لإحترام لانتماء الوطني هل احنا منتميين الوطن ام منتميين لشخص او منتميين لقبيلة او منتميين لتاريخ انتمعنا كل هذه الحاجات دي بتعمل ايه بناء على التعليم اللي تعلمناه داخل الأسرة وداخل مدرسة المؤسسة تعلمية التزامنا في الوطن احترامنا للوطن والقيم والعداد التقاليد الانتماء الوطني بتاعنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات دون عرضيه فواشهيد ووطنيه فواشهيد وهكذا ماليه فواشهيد إلى آخرة فالانتماء الوطني ده هل الانتماء فيه نفعه والانتماء مجرد قيم المجتمع اللي احنا بنعيش فيها وثقافة الوطن وتاريخ وامجاد الوطن وده كل بيبني الشخصين المجتمع بتاعتنا يبقى احنا اول لبنة في بناء المنهج داخل المجتمع هي الأسرة الأسرة اللي احنا بنتكلم عنها ده ما تجيش بعض الأمهات بتجيب بعض المربيات للأطفال ثقافتهم غريبة عن البلد لغتهم طريقة غريبة عن البلد وكذلك عقدتهم قريبة عن البلد وبعد نطلع ابنها ممسوخ الشخصية اللي هنتكلم عنها بعد كده او تدخلهم تعليم يلا يتفق مع التعليم مع البلد علشان هي عندها كفاء وانحطاط فكري في لعم نسميه هو انفريلتي كومبليكس اللي هو عقدة عقدة اللغة الأجنبية عقدة الوطن الغريب عقدة الثقافة الأجنبية الى اخير الى اخير فتطلع ابنها ممسوخ طيب ده بالنسبة كيف نبني المنهج واهم حاجة في ابن المنهج ابدأها ليه بالأسرة لو احنا عملنا برنامج للتعليم اللي بيقدي للتغيير ازاي عن غير المجتمع نبدأ بالعلم او التعليم لازم الانسان يكون متعلم لازم لازم يعني العلم اصبح فرد وفريدة ما بد ان تقام بعد كده المعرفة يعني كلي كتير جدا من التعلمين مش عارفين بلدهم فيها ايه مش عارفين مجتمعهم فيها ايه مش معنفين يعني مكنونة العلوم اللي تعلموها فيها ايه معرفة العلم نفسه ويمتدي نبني في الطالب او في الطفل او في الفتاة او في الولد القدر على التفكير طب يا ابن تعرفت اتعلمت خلاص خدتش هذا وعندك المعرفة دي كلها طب تعرف تفكر ومتعرفش تفكر تعرف تفكر ولا فكر عشان تجد حل ولو فكرت تعرف تحل اللي بتفكره ده يعني كل المعلومات واللي عندك دي كلها تعرف تعمل منها تحليل موضوعي تستنبت منه وتستنتج منه القراء يعني نمشي بالتعليم العادي هنا كتير جدا من من الناس واخدين دكتوراه زي ما كان صراحت الفقار فيلم الايد النعمة واخد دكتوراه في ايه هحسنين واخد دكتوراه في حتى ممكن في واحد تاني ياخد له دكتوراه في حبزة ممكن احنا ياخد دكتوراه في الواو وقبلك خلاص مش مع انك خدت دكتوراه انك اسبحت عالم مش معنا انك اصبحت معارف معرفة العلم اللي انت درسته حتى يبقى بنبدأ بالتعليم لمحو الأمية والشهادة وبعن معرفة وبعن نخلي الطالب يستطيع عنده القدرة على التفكير ثم التحليل ثم استنبات واستنتاج الأراء وبعد كما استنتج الأراء يبلور الأفكار بتاعت الأراء دي كلها ليه؟ لأن البلورة هي اللي هتعمل لنا النظريات والقواعد والقوانين اللي هتغير المجتمع أقولها تاني مسيرة مسيرة العملية هي مش بوغة ابني هتدخلوا مدرسة فرنساوي ولا مدرسة انجليزي ولا مدرسة ألماني وبعدين في المجتمع تتناقض ثقافته وقيمه وعاداته مع ثقافة اللغة لكل لغة عندنا فيها ثقافة ولكل لغة فيها تاريخ ولكل لغة فيها قيم ولكل مدرس بيخش يدرس ابنك في المدرسة من ابتداء السنوي ثقافة مختلفة وقيم مختلفة وعادات مختلفة وتاريخ مختلف فلذلك إن أردنا أن نغير في المجتمع التغيير الإيجابي المنشود اللي يبني النهضات والحضرات فلابد نبدأ بالعلم والتعليم ثم المعرفة ثم التفكير لابد الطفل يعرف يفكر وندي القدرة على التحليل والاستنبات واستنتاج الأراء وبلغرة الأفكار وبعدين بعد ما يبلغ الأفكار هو هيكون صحب النظريات وحيكون صحب القواعد والقوانين زي الناس عندنا ما يخدوا جائزة نوبل في في النرويج مش كده أوسلو والنرويج نعم طيب ده بالنسبة للتعليم من أجل التغيير برنامج التمكين داخل الوطن التمكين معناها إيه؟ معناها إن المواطن يستطيع أن يصبح مالكاً للوطن وسيد الدولة وسيد الحكومة التنفيذية والمؤسسات الدولة والحكومة والمؤسسات المجتمع المدني تخدم المواطن هذا هو التمكين نبدأ التمكين إزاي؟ نبدأه أولاً نشوف إحنا عايشين فين مكان إحنا عايشين فيه بقى إحنا شعب ولا مجموعة من الكائنات اللي عايشة مع بعضها في مجميع عشوائية أوكي؟ وبقى نشوف الكفاءات البشرية اللي عندنا إحنا كشعب داخل القبيلة وداخل القرية وداخل المجتمع ده فيه كفاءات بشرية لابد نشوفها كفاءات البشرية دي كلها ونبتدي من خلال كفاءات البشرية اللي عندنا دي كلها نعمل إيه؟ نعمل النظام اللي هو السيستر نكلمنا عنه وأهم حاجة في النظام ده اللي بيحمي العملية دي كلها هي الحرية اللي أنا نتكلم عنها والحرية أصبحت ملزومة أو متلازمة من متلازمات الحياة فيش مجتمع يستطيع أن يتطور ويأمه ويبني نهضة وينشئ حضارة إلا أن كان هذا إلا إذا أصبح هذا المجتمع حرا يستطيع أن يعبر عن نفسه وآراءه ويبني مجتمعه وتدافع مع بعض تدافع كل الثقافات المجتمعية داخل النطاق المجتمعي في الوطن لكي تبني هذه استقافة المجتمعية الكبرى الحرية ها يبقى نحط النظام وبعدين نحط قواعد الحرية للجميع ثم نضع القوانين والتشريعات ثم نؤسس نؤسس مؤسسات دولة مستقلة عن الحكومة مؤسسات دولة لا يوجهها رئيس ولا وزير ولا أمير ولا شيخ ولا حاكم ولا مالك ولا 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 بل تراقب وتتابع وتوجه وتعزل هؤلاء لأن المؤسسات تبطى أن تكون أقوى من الحكومة نفسها وبعد كده مؤسسات المستقلة في مؤسسات شعبية للحكومية اللي هي مؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافه بكافة أطيافه دي هتكون مساعد للجهاز التنفيذية ومراقب على الجهاز التنفيذية هي مساعدة الحكومة في البرنامج اللي عايز الحكومة تنفذه لكنها بتراقب فساد وأداء الحكومة أيضا مع مؤسسات الدولة المستقلة بعد المؤسسات الحكومية بعد كده فيه مؤسسات حكومية ما نخش بقى في حتة الأخلاقيات الأخلاقيات الشخص نمكنه قيم قيم الدولة قيم الوطن نحن فيها أخلاقيات المواطن ثقافة طريق الدولة أو الطريق الوطن نفسها وبعدين ده حيؤدي إلى يجعل المواطن مننا ممكن ممكن على قاعدة ايه؟ على قاعدة النظام والحرية قوانين والتشراعات ومؤسسات الدولة المستقلة والمؤسسات الحكومية اللي بتمكن الشخص فيصبح هو المالك الأول داخل الوطن وداخل الدولة وداخل الحكومة طيب ده برنامج التمكين داخل الوطن أوكي؟ ايه الصورة دي كلها؟ انت تفكرين فيلم مرجان أحمد مرجان الحلزونة يما الحلزونة واسمها الحلزونة ياخت الحلزونة دي مش حلزونة لو انت بسوطوا في الألوان دي كلها هتجدوا الألوان دي خمس ألوان بتتكرر هنا في خمس ألوان هنا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى فيه نظام هنا أو فيه هنا ايه؟ هيكل أو فيه هنا ايه؟ اللي هو المنهج اللي هو الخارجي ده كله اللي انتوا شايفينه ده والداخل هنا اللي هي دي العجلة اللي حتدير برامج المجتمع بنفس النظام اللي موجود في المنهج نفسه يبقى دي البرامج اللي بتمشي العجلة دي كلها واللي هي تتوافق تماما مع برامج مع ايه؟ مع نظام المنهج نفسه واضح الامر حتى اللومد اللي نازل دي كلها في خمس الالوان ودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا هتلاقي هنا في النظام ده ان المنهج اللي هو هيكل والنظام اه سوري والبرنامج اللي داخل المنهج هتلاقي النظام هم واحد فالتنين بيمشوا مع بعض متناسقين واضح الامر لان انا كنت ذكرته ايه في الاول طيب ننزل لده لو احنا نظلنا للشكل ده هو نبص على الاطراف هنلاقي هنا الاطراف دي اللي برا دي اللي في الاركان الاربعة فيها في الهيكل اللي هنتكلم عنه ده او اللي هو المنهج نفسه اللي هو فيه نظام اللي هو فيه الالوان الخمسة شايفين الالوان الخمسة دول الالوان الخمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كان مفروض انه كل مكون داخل هذه المكونات سواء كان في الاقتصاد او في التعليم او في البيئة او او الاخيره يكون فيه نفس النظام اللي بيمشي اللي ايه بيتتسخ معه نظام اللي هو ايه المنهج اللي برا ده كلها اديك مثلا مثلا دولة من الدول في النظام الاقتصادي هتلاقي فيه جزء الشيوعي جزء اشتراكي جزء علماني جزء رأسمالي جزء اسلامي جزء مسيحي هتلاقي لك ممسوخة مفيش نظام اقتصادي عندك حتى في النظام التعليمي نفسه حتى في النظام اللي هو الديني والثقافي الاخير فتلاقي الأمر مش واضح كل واحد فيه ماشي في شأن معين قدي أنا مثلا من الأمثلة كان فيه واحد من زملائي أمس بيتكوز كولي على أن أحد قربه من البنات كانت دخلوها عينة منتزمة مسلمة دخلوها مدرسة فرنساوية بتدرها الراهبات فالبنت ترى متشربة بالشخصية الراهبات والشخصية دي وده يعني بعد كده هو بيقول لي أن البنت دي تغيرت مئة وثمين درجة نتيجة الثقافة التي تعلمتها داخل المدرسة فأصبحت شخصية مختلفة عن شخصية الأب والأم والإيه وحصل فيها تغيرات يعني يعتبرها الأب والأم أنها تغيرات مش إيجابية برغم أنها تعلمت الأمر بكده أن النظام البلد وثقافة البلد ومناخ البلد يختلف تماما مع النظام وثقافة المنهج التعليم اللي تعليمته البنت اللي كان بيقول لي راح تعملت عمرة وراح تكذا وكذا وكذا والآخر هي مسي بشرط داخل المجتمع أنا بجبخشي في القضايا الفقهية لكن أنا بشوف المسيرة اللي بتحصل لما ما يكونش عندنا نظام زي ما هو واضح كده يكون عندنا البرنامج اللي هنا ماشي مش وفق النظام الكبير بتاع المنهج اللي بره داك اللي هو دا المواطن اللي حننتجه في الآخر دا المواطن لنا نسميه الممسوخ قد يكون الممسوخ دا عنده شهاد دكتوراه لكن ما عنده ش قيمة في الحياة عنده شهاد ماجستير او عنده شهاد ماجستير بس ما عندهش قيمة في الحياة اللي احنا عارفين ان هو رايح ولا جاي ولا قاعد ولا نايم ولا واقف ولا بيتكلم ولا اي حاجة ولا يدور اي دور في الحياة ليه لان لابد لابد البرنامج يتوافق مع النظام بتاع الوطن والنظام بتاع الدولة ما يكونش زي ما بيقولك في الأغاني مرقع من كل حتة بقعة ومن كل حتة رقعة او من كل حتة ايه شيء نحطه على بعضه فاذا ما كانش عندنا منهج يتوافق مع نظام المنهج يتوافق مع النظام البرامج اللي بندرها داخل مؤسساتنا في وطن معين سواء كان مؤسسات تعليمية او اقتصادية او فكرية او ثقافية او فنية او درامية الى اخري الى اخري الى اخري هنطلع الشخصيات الممسوخة دي اللي هي تبقاعدة اللي بيسموها في بعض البلاد اللي هو حزب الكنبة اللي قاعد ما بيعملش حاجة خلاص طيب لا نرجع هنا تاني احنا نرجع بالصورة دي او النية دي ده اللي هو احنا قلنا ده المنهج بتاع انه ماشي الخمس الوان ماشيين يمين وشمال وماشيين منظمين ده بتاع المنهج كل شابين المنهج اللي هو اللي في الاطراف دي وده البرنامج اللي هو نفس النظام بتاع دا هو النظام بتاع دا طيب ده الممسوق اللي طلعت من برامج انظماتها مختلفة ومتعرضة مع المنهج الكبير ده بقى ننظر هنا هو نظام تاني قادي المنهج في الاطراف الاربع اطراف اللي هو الخمس الوان لكن نلاقي في المرحلة الحضانة او اللي هو الكندر جاردن والابتدائي والسنوي والاعدادي وكذا وكذا نفس نفس النظام بتاع المنهج الجانبي ساكن في القيم في الاخلاق في العادات في التقاليد في حاجة الوطن لمادة معينة او حاجة المكتوى فنلاقي دول ها متسقين مع دول يعني النظام الكبير اللي داخل الوطن بيتسق مع البرنامج او نظام البرنامج داخل كل تشكيل في اي وزارة او في اي مؤسسة او في اي دورة من دورات حياة الفرد على الوطن فلما اتفق النظام المنهج مع النظام البرنامج ده اللي هناخده مجموعة من المواطنين مماس ممسوخين الشخصية زي ما انتو شايفين هم هو من شكلهم ان هم مجموعة جادة ما هماش عايشين حياة الرفاهية هم من العاملين او من فلاحين لكن عارفين طريقهم شايفين كلهم متجهين في اتجاه واحد لايه؟ لخدمة الوطن اللي هم تربوا فيه تربوا على القيم والعادات والتقاليد والثقافة وعلى برامج التخصصية المختلفة اللي تستطيع ان تجعلهم يبنون الدولة او يبنون الوطن او يبنون المجتمع الذي يعيشون فيه او يبنون الحضارة بتاعته ويبنون النهضة بتاعته واضح اقولها تاني ارجع اقولها تاني لما شايفين هنا هو البرامج البرامج داخل المراحل المختلفة المؤسسات المختلفة او الوزرات المختلفة ملخبطة وكل واحد فيهم ما زي في شأن معين فما فيش نظام يتصغ مع النظام المنهج هم نتكلم عنه ده خرج لنا مين الممسوخ اللي احنا عندنا منه كتير بسم الله ما شاء الله دلوقتي كتير ها اما اذا اتسق النظامين نظام البرنامج مع النظام اللي هو المنهج فبيخرج لنا مين بيخرج لنا هؤلاء ولو كانوا عمال وفلاحين فهم دول اللي بيبنوا البلد لأنهم عارفين وجهة نظرهم وعارفين التحديات وعارفين ازاي الانتماء الوطن وبناء الوطن فده الشعب اللي بيخرج لنا بعد كده هو شعب بيخرج عنده القيم والعادات والتقاليد والثقافة ها وعنده العلم وعنده الفكر اللي ما بيتعاردش مع المنهج الكبير بتاع الكون ده اللي فوق الابيض ده 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 القمر وده النجوم وده الطريق فكلهم ماشيين بنظام يتفق مع نظام الكون مع النظام نظام برامجهم لا يتعارد مع نظام برامج المنهج اللي بيديه الكون يعني مثلا لو ضربنا الآن المثلة ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وعند خلق السماوات وخلق النجوم وخلق الشمس وخلق القمر فالدور بتاع الشمس والقمر والنجوم بيعملوا دورة الليل والنهار ودورة الفصول الأربعة اللي احنا بنتكلم عنها اللي بتعمل مناخ وبتعمل كذا 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 اللي بيساعد او اللي بيجعل للإنسان وكفة الخلائق على الأرض لربنا خلقهم انهم ايه يعيشوا داخل هذا النظام او الايه او المنهج او الايه او الهيكل الكبير فلو احنا عملنا برامج داخل النظام ده على الأرض لعملها الانسان لنفسه او كذا لا تتصق مع نظام المنهج الكبير فده اللي بيحصل عندنا بالكوالس الطبيعية اللي بتحصل الان او بالتصحر والجفاف او او الى اخره او 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 الى اخره فلابد ان الشعب يعلم انه جزء جزء نظام برامجه لابده ان يكون متسق تماما مع من مع نظام برامج او نظام المناء اللي هو اه 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 المنهج الذي وضع الله سبحانه وتعالى لنا لكي نحتازي به اه انا بس قلت الموضوع الصعب ده ليه لانه كان من نسبالي صعب جدا ها ان انا اوصله لكل فكرة واتمنى انها تكون وصلت بالنسبة لكم اتمنى ان انتو ما يكونش اولادنا زي الشخصية للممسوخة دي كلها واتمنى ان يكون اغلب اولادنا يكونوا اه كهذه الشخصية اه ومش عيب ان الانسان يطلع عامل مش عيب ان يطلع فلاح مش عيب ان يطلع اه يعني واقف ب يعني مش مكمل تعليمه لان التعليم جزء من المعرفة والتعليم يعني هنا هو اذا اردنا ان نبني الوعي شوف هنا التمكين داخل الوطن بينتهي ب اول حاجة اهم حاجة فيك بعد اللي هو النظام والحرية والقانون والتشعاعات وبناء مؤسسات دون مستقلة برنامج التعليم بيبدأ بالعلم ثم المعرفة اللي انتهي للتغيير البناء المنهج يعتمد على الاسرة بالدرجة الاولى يعتمد على الاسرة بالدرجة الاولى ودي اللي هو بعض التعريفات اللي احنا حطناها اما بالنسبة لطرق التعليم المختلفة وترق البرامج اللي احنا نعمل المختلفة فدي اشياء اجتهادات لكن لابد اننا نضعها كل في نسق واحد لنفرض شيء يكون غريب على الوطن وعلى المواطن وعلى المجتمع فاذا فرضنا شيء غريب على الوطن قد يعجبنا شيء في بلد ما لكن هو هذا الشيء يصلح لهذه البلد ولا يصلح لبلد اخرى فان اردنا ان نستورد هذا الشيء لبلد معين لابد ان نكيفه وفق ما تقتدي الظروف والمصالح داخل البلد اللي تحتستعمله ولا انا هستعمله كما هو وجزاكم الله خيرا ونراكم غدا ان شاء الله tomorrow we'll see you ان شاء الله at one o'clock in the same talk at one o'clock London time at three o'clock مكة time السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله